تجريف ومصادرة واستيطان هذا ملخص ما يجري على أراضي المواطنين في قرية سنيريا جنوب قلقيليا والمعزولة خلف الجدار العنصري حيث تجثم مستوطنة عدس فرايم هي تنفيذا للإجراءات العسكرية الجديدة التي تتبنىها ما يسمى بالإدارة المدنية خاصة في منح تصريح الجدار لوصول المواطنين لأراضيهم الواقع خلف الجدار من خلال التعقيدات الجديدة بأن هذه الأرض صالحة للزراعة أو غير صالحة للزراعة وهذه الأرض مزروعة والزتون فما يقومون به من إصدار مخططات جديدة استيطانية هي لتعزيز أن المواطن أصبح لا أرض له خلف الجدار أو داخل ما يسمى جدران المستوطنات الاحتلال أعلن قبل أشهر عن بناء عشرات الوحدات الاستيطانية في هذه المستوطنة الأمر الذي أجج مخاوف المزارعين من السيطرة على أراضيهم خاصة أنهم ممنوعون من وصولها هذه الأرض داخل جول جدار من التسعينات طبعا دمتها إسرائيل أيما بنوا الجدار الفصل طبعا هذه ورثة عوض النصار أو أرض صيدة عوض النصار وليتي وريتي في هذه الأرض لأنه بسبب الجدار بسبب الاحتلال بطلنا نقدر ندخل الأرض يعني في موسم الزيتون بيعطونا فقط خمسة أيام نقطه في الزيتون طبعا الزيتون الموجود في الأرض حوالي 140 دنم يعني بدك شهر شهرين تتخلص كطيف الزيتون نحو ألفين دنم مزروعة بالزيتون في هذه المنطقة مهددة بالسرقة والاستيلاء عليها في ظل عمليات التوسع اليومية لمستوطنة عدس فرايم التي تسرق مئات الدنمات من أراضي القرية والقرى المجاورة لتلفزيون فلسطين أنا للجدع محافظة قلقيليا